بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة عليها السلام إحدى الأخوات تتكلم عن كرامتها من خلال قراءة القرآن وخصوصا هذه السورة التي صنعت لها معجزة كرامة كبيرة في حياتها تقول هذه المرأة المتعلقة بأذيال أهل البيت عليه السلام هذه المرأة البغدادية تقول كنت أعيش مع أهل زوجي في بيت واحد كبير وكنت أتلقى منهم معاملة سيئة جدا إهانات كثيرة لي ولمشاعري ولأهلي ولعشيرتي إلى غير ذلك وكانوا ماذا؟ كانوا يكلفونني بجميع الأعمال المنزلية دون مساعدة من أحدهم رغم أن لزوجي العديد من الأخوة وهم متزوجون ويفترض كما هو الأمر بديهي تقسيم الأعمال ولكن لا أعلم عندما دخلت إلى بيتهم وكأني دخلت يعني بمدخل عدوتهم تقول أنا صراحة لم أعد أتحمل الوضع ازدادت المشاكل وأصبحوا يتشاجرون معي كل يوم تقول أيضا إنها قد تعرضت للضرب الشديد من أهل زوجها تركت المنزل ذهبت لبيت أهلها تقول أنا صراحة في ليلة من الليالي وأنا أقرأ القرآن الكريم وكنت أستمع عن طريقي الهاتف الجوال إلى سور القرآن وإلى غير ذلك ظهر في إذاعة دينية رجل وتكلم عن فضائل سورة الشمس وبأن النبي صلى الله عليه وآله قال من كان كثير الحسرات قليل التوفيق فليدمن من قراءة سورة الشمس وتقول أنا صراحة أمضيت عمري كله حسرات أمضيت عمري قليلة التوفيق في كل شيء أينما أتوجه لا أجد التوفيق ولا أجد حسن الحظ لذلك ماذا فعلت؟ بدأت أقرأ سورة الشمس مئة مرة يوميا مئة مرة وسبحان الله ما مر إلا إسبوع واحد رأيت في عالم الرؤية كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أعادني إلى بيت زوجي معززة مكرمة إلى غير ذلك دخلت إلى بيتهم وأنا أرتدي يعني ملابس جميلة جدا وأنا مرتاحة جدا وإلى غير ذلك والكل من عائلته كان في الرؤية ينظرون إلي بنظرة مكسورة تدل على ذلهم على يعني بإهانتهم إلى غير ذلك على كل حال فأخذ الله سبحانه وتعالى حقي منهم لدرجة أن زوجي بعد أسبوع جاء إلى أهلي وتوسل لمصالحتي وذلك بسبب أنه قد عرف من يكون في منفعته ومن يقوم بأمره ومن يعني يؤدي جميع واجباته أهملوه أهله تماما حتى زوجات إخوتي يعني إخوانه لم يكترثوا به مطلقا حتى أمه لم تكترث به مطلقا على كل حال فقلت له بنص العبارة هل من الممكن أن نعيش في بيه الصغير والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يقدم لنا الخير في بيت جديد فقال هذا الأمر الآن ليس بممكن تقول أنا كل ذهني قد جربت سورة الشمس والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله من كان كثير الحسرات قليل التوفيق فليقرأها تذهب هذه الحسرات تتحول إلى أفراح وسرور وقلة التوفيق تصل إلى زيادة في التوفيق في أي مجال في حياتك أخنعته بأن نؤجر بيتا وصحيح عشنا في الأجار لمدة سنة وبحمد الله عز وجل بعدما بذل جهدا كبيرا في عمله استطاع عن طريق الاقتراض والسلف أن يشتري قطعة أرض وسحبنا عليها يعني قرض كذلك من الدولة وبحمد الله عز وجل بنينا بيتا هذا كله وبدأنا بالتزديد المريح بحمد الله عز وجل لأنهم كانوا مجموعة من أصدقائه وهذا كله بفضل سورة الشمس هذه السورة الكريمة دائما وأبدا القرآن هو شفاء لصدور قوم مؤمنين أنزله الله شفاء أنزله الله شفاء ومن لم يشافه القرآن لا شفاء له الله سبحانه وتعالى عن طريق القرآن يذهب الهمة والغمة وكذلك كل مشكلة وكل معضلة حل بالقرآن والاعتراض فإذا علينا كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله أن نثابر على قراءة سورة الشمس لما فيها من فوائد كبيرة في قضاء الحاجات بشكل عجيب وغريب والوصول إلى المراد وتحقيقه الغايات برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر